طيب يوم الأربع ان شاء الله تعالى أرعد دور المجموعات في دور أبطال أفريقيا وفي الكون فدرالية تعرفين دور أبطال أفريقيا الأربع مستويات الأهلي على رأس المستوى الأول لقال لعنده 78 نقطة معاه في نفس المستوى الوداد والترجي والرجاء يعني الأرع هتتعمل هيتحط الأهلي على رأس مجموعة الوداد على رأس مجموعة الترجي والرجاء الأربعة دول مش هيقابلوا بعض في دور المجموعات الأربعة يكونوا على رؤوس المجموعات وبعد كده هتتسحب قرعة يرمي من كل مستوى واحد على كل مجموعة من المجموعات الأربعة التصنيف الثاني فيه سانداونز الجنوب أفريقي والزمالك وحوريا كونكر الغيني وبيترو أتليتكو الأنجولي التصنيف الثالث سيمبا التنزاني وشباب الوزداد الجزائر وشبيبة القبائل الجزائر أيضا والهلال السوداني والتصنيف الرابع والأخير في فيتا كلاب الكنغولي والمريخ السوداني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي يا الله يا ساتف رايب أنا مش شايفة وارغ كبيرة قوي بين المستويات أه طبعا لأن تخيل أنت تاخد أي ثلاث فرق من هذه التصنيفات لا مجموعة جمدة كل مجموعة جمدة عشان كده البطولة هتدخل فطور قوي جدا كمان هيتعامل أرعة الكنفدرالية أنت عارفين أن بيرامدز وفيوتشر الاثنين تأهلوا لدور المجموعة في البطولة المستوى والتصنيف الأول في الكنفدرالية مازينب الكنغولي وبرامدز والتحاد العاصمة الجزائري وآسك كودفوار دول الأربع أندية اللي هيكون على رؤوس المجموعات التصنيف الثاني يدوب فيه متيمة بين بطل الكنغو الديمقراطية وديوهنج أفريكان التنزاني غير كده يعني المستوى ده فيه اتنين بس البقين كلهم متسويين إذا كانت اتحاد المنستيري التونسي فيوتشر سنت أيلولو الكنغولي كدش الملكي الأخضر الليبي وتشاشوما الجنوب الأفريقي وديل نوار الكنغو وأسكو داكار توجو وريفر يونايتدز النيجيري وريال باماكو المالي دول الفرق المشاركة يعني إما تيجي تشوف اتحاد المنستيري يعني من الأهلي خرجوا لا سيبك من الأهلي خرجوا آه ده أنا عايز أقولك هو خرج مين خرج للمهضة بركان بطل السوبر الأفريقي يعني مش فرقة سهلة فيوتشر ما حدش يقدر يقول غير إنها فرقة محترمة وكويسة لكن دي أول مشاركة ما هو دا اللي أنا عايز أقوله أستاذ إبراهيم أحيانا التصنيف لا يدل عن قوة المنافسة ولكن زي بعضه ماشي ما هو لازم فيه تصنيف أنا عايز أقول إن أفريقيا تتطور بشكل هائل يكاد يكون يومي يعني إن القوة في أفريقيا بتفاجأ بفرق مش مستنيه حتى على مستوى الفرق القومية إحنا شفنا الرسل أخدر عامل إزاي وشفنا مدغاش قر عامل إزاي ومدغاش قر عامل إزاي ومدغاش قر عامل إزاي ومدغاش قر بسرعة بعتوها للكواكب على مراحل كل ما توصل لأعلى مرحلة لدي يحصل انفجار تاني زؤال أعلى إحنا ما عندناش المراحل بقى دي المراحل الدفعة إحنا بنوصل لنقطة ويبدأ نبدأ اشتركوا في القناة